بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبي الكريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائبي ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث الشريف حديث أبي هريرة أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال فقال بادروا بالأعمال أي استبقوا بالاشتغال بالعمل ما يمكن أن يكون من عوارض تمنع منه وتحول دونه والعمل المأمور بالمبادرة به والمسارع إليه والمسابقة بفعله هي الأعمال الصالحة ما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا فالمبادرة بالعمل الواجب في وقته الذي إذا فات يفوت واجب وأما المبادرة بالأعمال المستحبة فهو مستحب لألا يفوت ما يكون من الخير الذي يشتغل به الإنسان بادروا بالأعمال فتنا هكذا قال في الحديث الآخر وهو المعنى الجامع لكل ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد ذكر جملة من الأحوال كلها من التغيرات التي تطرع الإنسان فيبتلى فيها ويختبر فقال بادروا بالأعمال فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أي فقرا ينسيكم ويشغلكم عما تعمدون إليه من العمل وما تحبونه من صالحه أو فقرا أو غنى مطغية والغنى المطغي هو الذي يخرج الإنسان عن حد الاعتدال برؤية النفس والاشتغال بالمال عن طاعة الرحمن ومرضا مفندا ومرضا مفسدا أي يفسد الأعضاء والجوارح فلا يتمكن الإنسان من صالح العمل أو هرما مفندا أي يلحق الإنسان غيبوبا فلا يدرك ما يصلحه ويهرم هرما تضعف فيه قواه وإدراكه وبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم أو الدجال فشر غائب ينتظر ثم قال صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في آخر ذلك أو الساعة يعني القيامة والقيامة هنا القيامة العامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين ويحتمل أن تكون القيامة الخاصة بكل إنسان في نفسه وذلك بموته فكل هذه الأمور مما تقطع الإنسان عن العمل الصالح أو تشغله عنه فكانت المبادرة بالأعمال الصالحة قبل هذه الأحوال مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والإنسان مبتلى في كل حال هو فيها يرى الله تعالى منهما يكون مما فرضه عليه في الوقت قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة فجدير بالمؤمن أن يجد في الصالحات وأن يشتغل بها فإذا نزل به ما يمنعه وقد بدل وسعه في الطاعة عند ذلك يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحاً مقيماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى إذا سفر العب كتب الله له ما كان يعمله إذا سفر العبد أو مريض كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً اللهم استعملنا في طاعتك واصف عنا معصيتك عنا ولا تعين علينا وانصرنا على من بغى علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر